اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات تعليم الاكسس كنترول معاكم مهندس ابراهيم البادوي وبعد ما اتكلمنا عن الابليكيشن الخاص بالمصاعد واتكلمنا عن الابليكيشن الخاص بالابواب الالساندالون هنبص كده على الصفت وير سيستم ده صفت وير من الصفت وير اللي موجودة في ستون نبص على الفيتشورز اللي هي موجودة فيها تمام انه third one لان اذهب بالمصد سؤال ان العامة ان الرسومات تأتيت بشكل اسرع هنا يقول ان هو أمام رسومات افلاين 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 يعني صفت وير مش مربوط بشكل مباشر على الكنترولر مش شرك ان انا اوصل هذا يعني يعتبر باب stand alone النظام اللي احنا تكلمنا عليه كstand alone اللي هو الكنترولر لوحده مش متوصل بأي أجهزة تانية مش متوصل بأي أبواب تانية مش متوصل بأي كنترولرز تانية كل اللي انت بتعمله بتبرمج الكارت ده ان هو يفتح على الباب ده الكارت ده هو اللي بيكون فيه time schedule اللي هو الخاص بالفتح والغلق بيديك time interval اللي انت بتديه للجست بتاعك طيب اللي بيحصل هنا بيبقى عندك الصفت وير موجود على جهاز الكمبيوتر بتاعك بتوصله على جهاز اسمه جهاز انكودر الانكودر ده بتاخد الكارت وبتحطه في المنطقة ده بيبتدي ان هو يبرمج لك الكارت بتاعك بتحط له الاي دي بتاعه اللي هو الكنترولر ده بيفتح عليه وفي نفس الوقت بتديله time interval بتقول ان هو يفتح من وقت كذا لوقت كذا او اي فتشارز انت محتاج انك اي تعملها عليه طب ايه هي الخصائص بتاعة الوفلاين الشغل الوفلاين ده على الصفت وير ده بيقولك ان هو audit trails on card تقدر انك تعمل تعمل الكروت بتاعتك customize reports ممكن انك تعمل ريبورتات خاصة بالكنترولر اللي هي موجودة عندك تقدر انك تعمل update للكارت يعني بتعمل الكارت من فترة كذا لكذا ممكن تاخد نفس الكارت ده وتعمل عليه update مرة تانية ممكن تاخد الكارت ده تعمله الصين منتو الغرف تانية يفتح على باب تاني مش شرط انه يفتح على الباب ده تمام ممكن انك تقفل الكارت ده يعني ممكن انك تلغي الكارت ده اساسا ممكن انك بقولك ايه موبايل اكسس تقدر انك توصل عليه يعني ممكن انك تبرمج اساسا من خلاله تقدر تبرمج الموبايل انه يفتح على الكنترولر ده ولفترة معينة تمام طيب اه في حلول ويرلس ده حل من الحلول الوايرلس ده الكنترولر بتاعنا اللي هو موجود على الباب يقولك ان الكنترولر ده متوصل عن طريق safe الخزنة اللي هي موجودة جوه الاوضة وهي من نفس الشركة المصنعة متوصلين ويرلس تمام ده بيبقى فها بطارية ودي فيها بطارية فهما دايما متوصلين ويرلس ببعض فهو بيعمل ايه بيقولك ان ان انت السوفت وير ده موجود على جهاز كمبيوتر بيتوصل على اريا نتورك اثر نت دي يعني ده عبارة عن سويتش فالكابل بتاعك ده هو ده كابل كابل نتورك عادي جدا بعدين بيوصل على حاجة اسمها جيتوي ايه هي الجيتوي دي الجيتوي يعني اه انترفيس بتحول من حاجة لحاجة طب هنا بيحول من ايه بيحول من الداتا بيحول من الداتا يعني انت هنا دي الجيتوي عن طريق فتحه في فتحه اسمها ارجي خمسة واربعين اللي هي نفس فتحه النتورك فا اه يعني هو شغل على البروتوكول بتاع الداتا نتورك اللي هو التي سي بي باي اي بي ترنسبشا كنترول ببروتوكول باي انترنت بيرتوكول بيحولوا من البروتوكول ده يحولوا البروتوكول بيفهموا الاجهزة بتاعتهم. الاجهزة دي ما بتفهمش البروتوكول بتاعة بتاعت ا Netvork هم بان لهم روتوكول خاص به. بيتواصله مع بعض به. فهو بيحاول من يحاول الف знаwatch البريور. وهو راتيكو. بس ويرليس البروتوكول بتفهموا الاجهزة دي. فيبقي هو هنا واحد مع الاجهزة ب oatmeal. عن طريق انه هو حاول من تريد الف子 لحاول يمكنك التحكم في اللوكات موجودة عنده ويرلس يقولك ان هذه المنظومة سهلة وبسيطة محتاج ان تعمل شبكة كابلات ومواسير عشان تربط هذه المنظومة ببعضها تستطيع ان تتواصل بشكل مباشر مع الخزنة تستطيع ان تتحكم في الدخول والطلوع لو عميل مثلا واخد كارت بحيث انه يقعد لمدة يومين وحب ان يمد كمان يوم مش لازم ان تاخد الكارت عشان تبتدي انك تبرمجه مرة تانية لانت تبرمج الكنترولر انه يعمل اكستند من غير ما يروح للفرونت ديسك اللي هو للرسيبشن تقدر انك تكنسل كمان من على بعد تكنسل الكروت لو الكارت ضاع تقدر انك تكنسله من هنا او تقفل على العميل ما يقدرش انه يدخل القوضة بحيث ان انت عندك برنامج كمبيوتر تقدر انك تتابع المنظومة بتاعتك هل في منظومة وايارد اه في منظومة وايارد المنظومة اللي قدامنا دي عبارة عن منظومة وايارد ولكن الكنترولر ده لازم يكون بيدعم برتكول تي سي بي اي بي وفي فتحة نتورك اللي هي ار جي خمسة واربعين اللي هي كارتة النتورك العادية بتاخد كابل منه وبتوصله على السويتش اللي هو موجود عندك في الدور وبتوصل السيرفر بتاعك على السويتش فهما بيتوصله عن طريق طبقة الداتا او داتا نتورك اللي هي برتكول تي سي بي اي بي بيقولك هنا ان اللوك اللي هو ده ما فيهوش بطارية او ممكن ان هو يكون في بطارية بس ما بيستخدمهاش الا لما الكهرباء تقطع عنه طب ده انت بتعمله باور ازاي قالك ان هو بيشتغل بحاجة اسمها بي او اي اي هي هي البي او اي بيقولك ان السويتش ده بيطلع الكابل بتاع النتورك بيبابر عن 8 اطراف في اربع اطراف بيبع عليهم الداتا وفي اربع اطراف مع لهمش اي حاجة بيستخدم الاربع اطراف اللي هما مع لهمش اي حاجة دول ويبتد ان هو يبعت عليهم باور يشغل السويتش يبانت اما بتيجي تركب المنظومة دي لازم تتأكد ان السويتش اللي موجود عندك في الدور بيدعم خاصية البي او اي ليه؟ عشان يقدر ان هو يشغل لك السويتش الكنترولر الخاص بتاعك وطالما الاتنين متوصلين بشكل مباشر بالشكل ده يبقى انت تقدر تتحكم فيه تاخد عليه فول اكسس وتعمل عليك كل الفيتشار والخصائص اللي هي موجودة عندك بيقول لك نو نيت فر باتري مش لازم انك تحط بطارية طالما انت تشغل بي او اي واساسا السويتش دي تبقى محطوطة على يو بي اس فما تقلق من ان الكهرباء ممكن تتقطع تمام؟ بتستخدم النتورك العادية زي ما قلناك تقدر تاخد ريبورت تقدر انك تمدد للعميل من غير ما يروح للرسيبشن تقدر انك تلغي الكروت الاستجابة بتاعته عالية وتقدر تأكسزه عن طريق الموبايل تمام؟ بيقول لك ان منظومة السوفتوير دي بتدعم مجموعة كبيرة من اللوك مجموعة كبيرة من الريدرز مجموعة كبيرة من السيف او الخزن بتدعم انك برمج من عليه الاجهزة بتدعم انك رموت سيرفس انك تفتح السوفتوير من على اي جهاز كمبيوتر لو انت معك الاي بو وصلت بالسيرفر اه بيدعم الكارت بيدعم الان اف سي اللي بتبقى موجودة في الموبايل بيدعم ممكن انت اساسا من غير ما تدي كارت للعميل بتلبسه اسورة في ايده كده بيكون فيها الاي دي بتاعته اللي هي بتفتح اه الريدر بتاع الاوضة تمام؟ وتاخده منه وهو ماشي او ممكن يكون عندك حاجة زي ما ديليا كده صغيرة تمام؟ يبقى ده دي نظرة سريعة على اه السوفتوير كزاك بعض اللي احنا عايزين نقول له السوفتوير ده بتقدر انك تدخل فيه مسلا ملف اوتوكاد وبتربط بي مجموعة اللي بواب دي بتربطها على الوتوكاد اللي عندك بحيث ان انت لو الباب ده تفتح بيديك الارم على السوفتوير بتاعك يقول لك الباب ده اتفتح الباب ده مفتوح الباب ده مقفول اه من طلع من دخل يديك القودة الخاص بتاعك يبقى احنا اتكلمنا النهاردة عن السوفتوير الخاص بالاكسس كنترول احد السوفتوير اللي هي موجودة فيه في السوق شكرا وشوفكم في فيديو جديد اشتركوا في القناة